ما يكفيش صوت واحده بس كمام المشاعر اللي تقدمهم في صوت تاعك براس كيمال يغنيوا ازك يقدم غنية حزينة وما يمدلنش المشاعر تاعها انتي كي تسمع الغنية صوت شباب صح ما قصتنيش مام بتعليق الصوتي لازم يكون عندك الموصيون المشاعر يتمدهم على الصوت تاعك على حساب اليماج الليك تعلق عليها حتى تلحق للمستمع لي رأوا لي رأوا يسمع فيك ربما نقدروا نقولوا النبرة تاع صوتك كيف رش تكون كي ما قلت لي الان تكون فرحانة تكون حزينة على حساب اللي زي ما جلم يمشوا زي ما كيمارا نضوك هكذا في البلاطا وانت كي تضحكي نقدر نقول في حصتي صباحي كده 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 كفامة نمد هذك حاجة تكملها كملا في حصت كملا وسمى صباح صباح الوطنية صباح الوطنية في حصتي صباح الوطنية استقبلنا المعالقة الصوتية صديق وخليفة مع هذه الجميلة كمان انت الأجمل كي ضحكتي كي سمعتك ضحكتي ملو كان كونو زي ما في سنتريست سيبو زي ما اكزامل طيارة طاحت الساعات السابعة وصباح هنسقوط طائرتين أمام مطاري كندا نمد لك واحد الاكسبريسونتي غير تسمعها ضماج طاحت طيارك ده فهم دي؟ على بالك دوكا كارك تحكي معاي حسيتان يسمى في الأخبار والله العظيم النشرة النشرة لأنه كي ما قلت رك يعني رك تبع على حسب النبرة على الصوت على الحسب ربما نقدو نقول وراك تعيش اللحظة لحظة الخبر اللي رك تعلق عليه نمد لك الأكشن الأكشن في اسمه زمان سبع جرمو غزالة في اسمه هذا الأسد الضخم إنه بقرب الغزالة يا إلهي سوف يلتهمها ندي شو ضمتك ما تدخلي معلصان هذيك خلاص عاني في نشونال جيوغرافي اللي راح نحكي عليها من بعد طيب قل لي صديق انت ربما لما دخلت هاد الفن في التاريق الصوتيرك عايش باه في حياتك اليومية كيفاش يعني تكون قاعد تشوف حاجات نتعلق عليها مباشرتان ولا لأنه لا يبارك عليك رك حتى ناشط في البلاتفورم يعني عبر مواقع تواصل الاجتماعي عندك صفحة رك تتواصل مع الناس فيها فكيفاش تجيك فكرة ومبعد تروح تسجلها الميور اكتر في عالم التمثيل قبل ما يبدو لهم دور في كاش فيلم يقعدوا عايشينه سيموا قبل ما يبدو يتورنيو ودينا عارفوها كيمال فيم جوكر فوليوود أتلموا عاش وسموه حتى قاعد تشغل بها ديك البرسان وبرساناتيك حياته ولاته حياته ولاته ألوغ لازم بنادم في كل دومان يكون عايش هادك العفسالة ويديرها قدام الناس يعيشها وحده فضاء قبل ما رح يديرها بايش هقده يكون صح تقمص هذيك الشخصيات تقمص هذيك العفسالة ويخدم بها هذيك اللون ألوغ أنا كينوت صباح ربي تجيب مع دارنا في الدار نقعد نهبلهم بهذه العفسالة صباح والخير يا أمي أين هو الشاي كيفاشم يتعاملوا معاك في الدار يعني والفكرة وقل لي بارك حبيت نعرف حاجة الإجابة تحهم كيفاشم يردوا عليك يحاولوا يقلدوك ولا هذي هذي مع الناس بره شغل يتأطروا بهذه العفسة وطموات يكملوا يهدر معك بلغة عربية الفصحة ما في الدار كانوا يتمسخروا بيها كانوا يضحكوا عليها باب وخاوتي عمي بلاح يشوفوها ونفرشكم يضحكوا عليها بصح صدق لأن راهم فخورين بيك وراحين يكونوا ربما فخورين بيك أكتر إن شاء الله نقول كيفاش يضحكوا زي ماك يكون جايز هاك دع الصانو يكونوا قاعدون باب يدلوا الخوية يا إلهي والأخي يقولوا إنها طائرة أنا غير نجوزوا يقلبوا قاعد السوجي غير نعود أنهولي يعودوا يجبدوا لي هذي الحاجة بتضحكش مشي زي ما شغلوا يتقاعدوا بيها بادي يكلافصوا انت عيحبوا يكسروني نهو بالقسرة بتضحك